وطبعا أصعب شيء يعني اللي هي فعلا يعني مأساة البشرية لكن كانت في علم الله ومشورة الله المحتومة هو أن يموت المسيح على الصليب ويقوم من بين الأموات وهي محاكمة المسيح وتعتبر مهزلة المحاكمات يسوع المسيح كان بصلي في بستان جت سيماني وجاءوا وألقوا القبض عليه وسألوا من تطلبون قالوا يسوع فقال أنه سقطوا وتكرر الأمر وأخيرا قادوا طبعا إلى منطقة عليا إلى جبل سهيون إلى بيت قيافة ليحاكم المحكمة الدينية وهي عبارة عن ثلاث محاكم سواء أمام حنانية أو قيافة اللي كان يعتبر صهره لحنانية أو أمام المجمع مجمع السنهادريم مجمع اليهود اللي بيتألف من 71 شخص هذه المحكمة الدينية كانت سر وكانت بالليل وكان فيها رشوة أن يقدموا طبعا شهود زور ورشوة ليهوذة اللي باع سيده واللي خان سيده وما أعطوه أنه الفرصة يدافع عن نفسه كانت في بيت قيافة مش في إحدى ساحات الهيكل وكانت بالليل مش في النهار وكانت في أيام العيد ممنوع طبعا وحكموا على يسوع المسيح بنفس اليوم وهذا طبعا مناقد للشيء اللي كانوا يعلموا فمحكمة كذب واستخدم الكذب لتوصيل وعمل مقاربهم الشريرة وهكذا أخذ في الفجر عند بلاطس في الساحة وهناك ابتدأوا يتهمون يسوع أنه يفسد الأمة يعني عم بثير شغب سياسي ومظاهرات سياسية وعم بيؤمر الناس أنه لا تدفع الجزي ما تدفعش ضرائب لقيصر وأنه المسيح يعني أنه الملك ونحن نعلم لا يوجد ملك إلا قيصر وهذه الاتهامات كانت كلها كذب بكذب